ترتبط مصر والكويت بعلاقات اقتصادية غير مسبوقة حيث يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر 15 مليار دولار فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2020 نحو 5 مليار دولار علاقات تاريخية متجذرة جمعت مصر والكويت رسميا وشعبية انعكست على تسريع وطيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ومنذ تولي رئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد ومن اجل المزيد من التنسيق التجاري والاقتصادي بين مصر والكويت تم الاتفاق على انشاء مجلس للتعاون المصري الكويتي في 30 نوفمبر من عام 2014 من رجال القطاع الخاص بالبلدين وعلى صعيد الاحصاءات وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت الى 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2018-2019 وتتمثل اهم مصادرات المصرية للكويت في الكابلات الكهربائية والمنتجات الغذائية ومنتجات الالبان والملابس الجاهزة اضافة الى الرخام والجرانيت والفحم الحجري كما تتمثل اهم الوردات المصرية من الكويت في المنتجات البيترو كاموية والسيارات السياحية واجزاء لوازم السيارات ويقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في جنوب سيناء مثل طريق نفق شرم الشيخ وعدة مشاريع للطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وعلى صعيد التعاون السياحي ارتفعت اعداد السائحين الكويتيين في مصر الى 160 الف سائح خلال عام 2019 حيث تمثل مصر مقصدا سياحيا تقليديا بالنسبة للسائحين الكويتيين